زي ما فيه ناس كتير بتحب فصل الربيع وانه من احصل الفصول في السنة وده لان الاشجار بتبدأ تتفتح والتاكس بتاعب بادافي لكن بيكون من اسوأ الفصول عند معظم الناس وده لان فيه ناس كتير بتعاني منه من حسية الربيع ودي بتاعش مال سيلان في الانف حكة في العين العطس والشم والكحة وغيره من الاعراض لو عايز تعرف ايه هي حسية الربيع وايه هي الاسباب وهي الاعراض وازاي بتمي علاجك منها تابع الفيديو للاخر يا رو سهلا بيكم في حلقة جديدة من معلومة في العضل انا حسام الصاوي ودي معلومة في العضل ولو المرة تشوفنا على يوتيوب انزل اشترك في القناة وما تنساش تشغل الجرس يا ترى ايه هي اسباب حسية الربيع اكبر سبب لحسية الربيع وهي حبوب اللقاح وده لان الاشجار والاعشاب الضرة بتطلق حبوب اللقاح في الجو علشان تتم عملية التلقيح او التكاثر في النبات علشان تلقح النباتات التانية فحبوب اللقاح ده لما بتمشي في الجو انتا تتعرض ليها بتتصاب بحسية الربيع الجهاز المناع بتاعنا يسكت لأ طبعا زي ما احنا ما خدنا في السنوال عامة ان الجهاز المناع بتاعنا اول ما بيهجمه جسم غريب او اول ما بيخش الجسم بتاعنا جسم غريب بيبدأ يهجمه وبيشكل خطر عليه وبيطلق اجسام مضادة او مواد كيميائية بتسمى الهستامين في الدم الهستامين اللي الجسم بتاعنا ده بيفرزه بيسبب سيالان في الانف وحكة في العينين وممكن يسبب العطس حول اللقاح ممكن تسافر الاميال طب يا طرق ايه هي اعراض حسية الربيع لو لقيت سيالان في انفك عينك بتدمع لو في عطس باستمرار لو دايما في حكة في عينك بالاضافة لو في هالات سودة تحت عينك فانت كده مصاب بحسية الربيع بس لو ظهر علامة من العلمات اللي احنا قلناها ومظهرش العلمات التالية مش شرط انك تكون مصاب بحسية الربيع ممكن تكون مصاب باي فيروس تاني او ممكن تكون مصاب ببرد عادي انا شخص مصاب بحسية الربيع ازاي بيتم تشخيصي بحسية الربيع اول حاجة لو انت بتابع مع الدكتور بقالك فترة معاه خليك ماشي معاه بعدها فترة هيحولك لدكتور متخصص لاجراء الاختبارات المعتادة ودي بتبقى عن طريق اخصائي الحاسية ان هو بيديك اختبار للحاسية تحت الجلد دي بتبقى عبارة عن حقنا بتتاخد بكميات صغيرة جدا تحت سطح الجلد الحقنا دي بتبقى فيها كمية صغيرة من المسببات الحاسية ولو انت بتعاني من حاسية تجاه المادة اللي انت تحقنت بها هيتكون مطوق احمر في المنطقة اللي انت تحقنت فيها تحت سطح الجلد طب تمام او كده انا عرفت ازاي بشخص الشخص المصاب بحسية الربيع يا ترى ايه هو علاج الشخص المصاب بحسية الربيع في كثير من الادوان اللي ممكن اي سيدالي او اي دكتور متخص سيقولك عليها اول حاجة مضادات الهستامين ودي بتقلل العطس والحكة في العين وسيلان الانف تاني حاجة مزيلات الاحتقان ودي بتقلل الاوعاات ده موالف مناخيرك علشان تقلل الاحتقان وتارم بالاضافه لمضادات الاحتقان وبخاخات الانف وبخاخات الانف ده تحتوى على الرطسي الانفي بيعمل على تخفيف الاحتقان وبيزيل الانسداد حساسية الربيع بتسوق اكتر من 20 مليون شخص سنويا في امريكا معظم الناس اللي متتصبب حسية الربيع ممكن يتصابه في اي فصل من فصول السنه مش شرط فصل الربيع ممكن يتصابه بفصل الصيف أو فصل الش ناء او فصل الخريف. السؤال الاهم ازاي ممكن اسيطر على حسيطة الربيع او ازاي اقلل او اتفاده ان انا اتصاب بحسيطة الربيع. على الرغم من الصعب ان احنا نتعيش مع حسيطة الربيع لكن فيه طرق ممكن تحمينا منها. اول حاجة متابعة نشرة جوية اليومية. هتقوللي ايه علاقة النشرة الجوية بحسيطة الربيع? هتقولك النشرة الجوية لو الايام دي جفة والرياح فيها جديدة حضوب اللقاح هتزيد. لكن الايام اللي فيها مطر حضوب لقاح بتقل. وبالتالي ممكن نتفادى من الصباح بحاسية الربيعة. ثاني حاجة ان احنا ممكن نتجنب الاتصال بالمسببات الحاسية. وده عن طريق انك ممكن تقفل الشابيك والبيبان في الليل. وانك تتجنب الانشوطة اليومية في الصباح الباكر. علشان نسبة حبوب اللقاح في الجو في الصباح الباكر بتبقى عالية. وبالتالي ممكن تزود الاصابة بحاسية الربيعة. الخطوة اللي بعد كده لو انت في مشوار برا البيت وروح. اول الحاجة ممكن تعملها. لازم ان تخلع الهدوم اللي انت كنت لها بسه. وتحطها في مكان معين. وتدخل مباشرة علشان تاخد دوش فقرة بوقت ممكن. علشان تزيل حبوب اللقاح من على جسمك او شعرك او دقنك. مش مس كده لو انت بتعاني من حاسية الربيع بنسبة كبيرة. مش مس كده لو انت بتعاني من حاسية الربيع بنسبة كبيرة. ما تحلقش هدوم بتاحتك على مناشر برا بيتك. ويستحسن انك تعلق على منشر جوة بيتك. لان حبوب اللقاح من السهل انها تتعلق بهدومك وتصيبك بحاسية الربيع. انا كده خلصت الحلقة بتاحت النهاردة. لو حال بتشوفني الحلقة الجاة في حلقة جديدة على القناة انزل اشترك في القناة. اشتركوا في القناة.